ميلاد سبعة عشر جويلة ستة وثمانين بداية انخراطي في العمل هذا قبل الانخراط تفكيري كان تفكيري كان متأثر بعض الدعاة العريفي والقرضاوي وكان يحرضوا في الناس مساعدة أخوانكم في سوريا في أيام الحرب الأولى مع التأثر هذا تلاقيت مع صاحبي قتيبة قتيبة يجور هذا الآن موجود في تبساء في الجبل اللبيض ملتحق في جماعات إرهابية قتيبة يجور قال لي بللي عندي خط نقتل الروح والتركي إذا تحبت الروح قلت له الروح ومشي مشكلة رتبنا ورحنا رحنا للسوسة عن صديقه سمير سمير هذا بقينا معنده يوم ولا يومين ومن بعد رحنا المطار من المطار رحنا لإسطنبول من إسطنبول رحنا لأنطاكيا أنطاكيا استقبلنا تم إنسان سوري وحطنا عندهم في مظافة كبيت وقالوا لنا غضو إن شاء الله تدخلوا لسوريا غضو العشية قالوا لنا تخرجوا للمكال فنالي يجيكم سيارة فلانية تركبوا فيها كان الأمر كذلك ودخلنا لسوريا في الليل حرق بدنا في واحدة المدينة اسمها سلمة من قدوة الصباح هبطونا للمعسكر في المعسكر قتيبة ما قبلوش بحكم عنده فقرات مريض وعنده دوسي صحيح حتى مريض فعلا أطوشي فور خرجوهم من المعسكر وادوه بالأسخر أطوشي فور ونقعد ثم ندربنا شوي تدريبات حركات على السلاح كيفاش تسمصر كيفاش تركب على المسدس كيفاش تقتحم كيفاش تلسحب بالنسبة لتواجدي في سوريا كنت في حركة أحرار الشهم الإسلامية في كتيبة نصرة المظلوم كان الأمير التاحة أبو سفيان الجبلوي نسبة المنطقة التاحة جبلة مدينة جبلة في سوريا رحنا كنا في معسكر في قرية اسمها الكبير قرية الكبير وكان يقولوا على المعسكر معسكر الكبير نسبة للقرية في المعسكر الكبير هذا المعسكر هذا مشتابع الحركة أو فصيل بحد ذاتها يعني هو معسكر مستقل والكتيبة أو الحركة اللي تحب تدرب فصائلها ولا جنودها تزيبها يدربوه المعسكر كان مختلط في جنسيات ياسر مغاربة ليبيين كثرة توانسا مصريين بنغلاديش أستراليين أوروبيين المهم جنسيات ياسر المعسكر هذا تقريبا قاعد فيه تقريبا شهر قريب من شهر يعني لا حقش شهر ويتدربوا فيها على مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة يعني يعني كلاش البي المسدس الاربي جي ولا فهم أرباح أو أيش من الحق تقريبا اتدربت على الكلاش والمسدس وبعدها خرجت كنت خرجت ما وصلت والسبب خروجي أني ما ما اقتنعتش بالأمر الموجود يعني الأكثر يثه القادة اللي شفتهم مع النظرة البسيطة كدت أمور تجارة أكثر منها جهاد وغير لقيتهم ناس ماديين يفتسوا على مصالحهم ودرهمهم وناس تدمر في الشباب المتحمس في وقوة معركة ومستفيد منها وخلاص ونسمع باللي عندهم عقارات وغيرها في تركيا وهم أصلا مش موجودين غير نسمع بهم نسمع ونشوفهم في التلفزيون ونشوفهم في تركيا يعني يدمر الناس وحواج ياسر خاطئة طريقة لكل حال ما ماشي ما عقيدتنا ولا منهجنا كما حوالي من 15 يوم أكثر شوية ربما والأقل شوية جاني قتايبة المعسكر ثم سلم علي قال لي رايح قلت له خير وشكين قال لي ما خرجت علي قلت له وشكين قال لي هكذا وخلاص باش نروح سلم علي قال لي هاي تبقى لخير راح بعد 3 أو 4 أيام لقيت مع واحد آخر قال لي صاحبك رو راح ليبيا آخر أخبر رسمعت عليه وذي كأخر مرة لقيت معه ثاني جتني الفكرة كيف قلت حتين ندير وكيف نسحب كيف نخرج من سوريا بدت نظاهر بالمرض ظاهري وظاهري وظاهري أحد الهيامات هكا ومبعد قلت الأميرة وظاهري وجعني لازمت نخرج عنده وعلش تقوى علي لم وقال لي أي مشكلة أخرجت ورحت المظافة التي في ترك التي فيها الوثائق التعنان وقيت مع النسؤول على المظافة تم اسم أبو بكر وقتها قلت لها حكيت بصراحة قلت لها حاب الروح لم يكن لن ندوي وقال لي عنديك الحق قال لي لها قل لي لها نخدم على الروح وقال لي لي وضعية أصلا وطني الباسبورتي ورحت لتركيا بقيت ثم حوالي من ثلثة شهور ومس مدة خدمت في مطعم وكت نبرمج لنذهب لأوروبا كما نعيش في أوروبا من بعد كلمت الوالد قلت لهذه الوضعية وهذه الوضعية كيف قل يا ولي نصيحة لا تروح نصيحة رواح اللي هنا لبلادك عندك قضية فريهة ومن بعد يدير ربي مسلك في 2013 تقريبا سبتمبر رجعت الوطن القبض القبض مصالح الأمن حقوا معي ومن بعد فوتني على المحكمة المحكمة فوتني على الحبس بتهمت الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج فترة التحقيق حوالي سبعة شهور تقريبا من نوفمبر للماء بعد الحكم اصدر في ماء تقريبا بتلاس سنوات سجن نافذ بتهمت الإنخراط في الخارج ضمن جماعة إرهابية كملت بعد صدور الحكم بقيت واحد الشهر ولا حاجة في الواد في سجن الواد من بعد حاولوني السجن أولاد جلال السجن أولاد جلال يعني قضايا الإرهاب ما يخلطون ما مع القضايا العامة وثم تعرفت على ناس ناس كلهم بقضايا إرهابية كما صفصافي حمزة كما حميد حرطاني السعيد سحارة غدير إبراهيم الهشمي من بعد كملت الفترة ثلاث سنوات وخرجت في 2016 في الخريف نوفمبر الله أعلم نوفمبر من بعد ما رجعت رجعت للحياة الحياة العملية حياتي عادية مش مشكل قطعت علاقاتي اتصالاتي بالناس وتقريبا الطريق هذا حياته كل رجعت للخدمتي فتحت حنوت بتاع أبو بناج في قرية طريفاوي وقد نخدم ثلاثة أو لأربع سنوات حياة عادية ما عندي شي بروبلام بعد بديت نحوس على بلاسة باش نبدل الإقامة التاعي كنت نحوس نبدل الإقامة التاعي من الواد تفقرت أخو عبد الكامل الغدير هذا كان معي في السجن اسمه الهاشمي الغدير إبراهيم الهاشمي كان يحدث فيه على الدب داب بأنها ما فيها شي مشكل والناس عايش فرحت لهم وتعرفت على عبد الكامل هذا عبد الكامل الغدير وفي البداية قعدت علاقة أني نعرف هو وكذا وكذا ومبعد كحكمتلي على السفر خلاص قصدته وقلت لها نحب أن نحول للدب داب قال لي مشي مشكل قال لي عندي دار في القرية داب داب وكريتها عليه ودورت الخدمة دورتها تجارة تجارة على لبسة البسة وكذا بعد بديت نخرب شوية في المواقع والأمور بديت نحوس على نشوف في التليفون في جوجل إيرث وكذا نشوف المواقع التي كنت فيها في سوريا قبل أحب طلاحها كذلك كما نقول ومن بعد ندرس صدقات في الفيسبوك وغيرها 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 صدقات عشوائية معناها ما كاش إنسان نعرف محدد مثلا باسمه ولا بصور محدد واحد المرة أنا مريح بعث لي واحد رسالة السلام عليكم عليكم السلام قل لي الأخ وش حالك كذا وتمني وقلت لم المغرب العربي ما حبيتش نقول للمنطقة بالضبط منين قال لنا يا من عمر من تونس واني ساكن في سوريا ودخلنا في الكلام معنا تعرف المنطقة الفلانية من بعد تبسطنا شوية ودخلنا بعضنا بحكم نعرف البلاسة كي نقول للمكالف للمكالف لان يعني إنسان عارف صح مش يتحدث غير من فراغ كذلك قل له ثق في وثقت في وطلب مني مساعدة ورى لي فيديو وعند تصاور لي ولبنات ويسكن في دار ريبة ومغالقة بالباش الفوق بلاستيك طلب مني مساعدة قلت لي مش مشكل كي تتيسر نبعث لك نقدر علي تقريبا شهرين مني قلت لك نبعث لك مساعدة كان ثقفية مباشرة وبعد بشوي بشوي تحمقنا في الكلام قال لي الدولة تنظيم الدولة ينشط عندكم ولا لا قلت لا ما نحن على كل حال قال لي كيف ما عندك بهم اتصال ولا حاجة قلت لا لا قال لي نعرف 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 كون يعرف التنظيم قال لي كان تحب نربط بي ولا حاجة تعود ترغوح ولا تتحرك ولا البداية رفقت قلت لما موضوع فات وخلاص لكن بعد تحركت لي شوية ما لقيت أرضية تعاقب المعناها بالتواصل مع التنظيم قلت لي مش مشكل بقعت لي عندك تيليجرام قلت لما كايش معرف تيليجرام قال لي هذا رأو خال زوجتي خال زوجتي سوري وهو عنده يعرف التنظيم وانا حكيت لعليك وانا ثم ثم جاءتني الفكرة كايش قال لي التنظيم جاءتني فكرة باش نعود نخدم معاهم بعث للمعرف هذك وتواصلت مع حمزة زوجت عمر سألني بعض الأسئلة بسيطة يعني مش أمور يسر وين كنتم من تعرف وهكذا بعد ربطني مع قال لي راح يبعث لك معرف ها هو الكودة وكيف يسترد عليه بعث لي المعرف تاع المعتز بالله هذا اللي عرفت بعد رأو يخدم أمني أمني تاع تنظيم تواصلت معه وكثر لذك الأسئلة معنا بالتدقيق وش صراف وكل فترة ذي ك من تعرف بالأسامي معنا حتى نديرون جاني ذات بكثرة الأسئلة من بعد كأني قلت لك لك عرف كيف اش فهمها وتقلقت منها لحاجة قال لي ما تقلق لازم ندير كما هاي طلب مني لأمني تنظيم الدولة الإسلامية المعتز بالله طلب مني إثبات إثبات التحاق قلت لك كيف يجب لازم فيديو بيعة قلت لأمني رحت لغدير عبدالكامل وغدير عبدالكامل كيف تعرفت عليك كنت مع أخوه في السجن بل أخوه الآن ما زال في السجن على قضية تهريب ونور كمال من بعد كي خرجت من السجن توصلت معهم تعرفت عليهم وفهمنا بعض ما قلت لهم رو طلبوا علينا بيعة قال لي مش مشكل وزدنا كلمنا أخوه قبل الثاني تخلي معنا في الموضوع وصورنا بيعة البيعة هذه نغطي وجوهنا وحطيت أنا حطيت التليفون ركست في واحد الموقع كباش ما يتحرك وريحنا وصورنا الكلمات ساحن وبايع أمير المؤمنين على السماع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر والأثرة علينا وأن لا ننزع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحد عندنا من الله في برهان فقط هذه تكف وعود سكرت وبعثت الفيديو من بعد زيت رحت للواد في زيارة من زيارات رحت للواد قلت رحت درت على الجماعة اللي هما نسيبي البشير قابوسة وسحار السعيد وردواني ودايخ البشير قلت لهم باللي التنظيم طلب مننا بايع وقالوا لي ماشي مشكل طرح الدول كين في الأخر راح وطلقين في در نسيبي ونفس كيف ما درنا في البيعة الأخرى كيف كيف غطوا وجوه هم اللي صورتهم على كل حال ثلاثة صورة اللي هو سحار السعيد بقى واقف على شق ما حبش يصور وردواني وقابوسة بشير ودايخ بشير هذا مصوره صورتهم هنا وكملنا وبعثتها المعتز بالله اللي هو الأمني كما تحدثنا الأمني تعد تنظيم تنظيم الدولة وكملت أمر البيعة بعد فترة اخلاص داروا في ثيقة قل لي راني باش نربطك الآن كم نزل المهمة باش نربطك مع جهات أخرى جهات أخرى مش عارف كيف قال لي جهات أخرى تتولى القضيات هاي قلت لها مش مشكل بعد فترة بعث لي كود قل لي يكلمك واحد المعرف يكلمك حساب تيليجرام ويعطيك الكود هذا كي يجيك الكود هذا أنت ترد عليه بالكود هذا واذا تتواصل معه خلاص وطول ما أبعث التطبيق كل مرة يكلمني هذا الأمن على تنظيم الدولة يكلمني يقول لي كيف ما أبعثو لك كيف ما أبعثو لك من بعد أبعث لي حساب تحت إليجرام فيها الكود هذا خلاص وفي النهار الذي أبعث لي فيها الكود هذا المعتز بالله هذا لم يكن تكلمني أصلا حتى كلمت لأن قبل قال لي يبعث لك أبعث لي لك نطمئ أن رم خلاص وعثو لك تواصله معه هو نهار الذي أبعث لي التطبيق هذا الحساب هذا لا تزبل لأبني هذا لا تكلمني حتى أبعث لك أبعث لك لا ترد علي بعث لي التطبيق هذا اسمه عبد الفقير عبد الفقير هذا قال لي السلام عليكم الكود قال لي نحن جماعة غرب أفريقيا ولاية أفريقيا قال لي ومكلفونا بالملف التاعكم كيف لديكم حاجة أو حاجة خبرونا ومش مشكلة ومباشرة دخلت مباشرة في صلب الموضوع قلت لنا نحن برنا مجموعة ناشئة جديدة وعندنا برنامج وهذا لا تواصل يعني بعدت هذه رسالة مباشرة كتبت وبعث هذه كتب قلت لأولا حابين مثلا نرصب طبعاكم عن طريق نديروا طريق نقدروا نروح ونجو عليكم الأمر الثاني قلت لأحابين نديروا منطقة منطقة آمنة اقترحت أنا تكون في التعصيل في جنات الأمر الثالث قلت لنا نحي النشاطات على الجماعات المريحة هذه المزاعة موجودة ومريحة ما يدير في والو والأمر الثالث نستهدف الحكومة بأي حاجة واخترحت الاقتصاد الحكومة البترول والأمور هذه المواقع البترولية وغيرها ونستهدف شخصيات بارزة قال لي أفكار طيبة خاطئ مزيد شهد رمعي في التطبيق بالكلام هذا محاذف الرسائل والكلام هذا الرسالة هذه التي أعطتها كانت حوالي بداية سبتمبر العام هذا 2022 إذا ما تفكر أخر يوم في أوت أو أول يوم في سبتمبر العام هذا 2022 بعدها فترة ما طول شي ياسر قال لي خلاص ساي ما تتكلمني في الحساب هذا نعود نتواصله في الحساب تعسلم اللي يبعثه لي الحساب كأنه موش نفس الشخص اللي يتحدث ساعة واحد يتكلم بعربية فصحة صحيحة طول ساعة واحد يبعث بعربية مكسرة كأنه ليس نفس الشخص اللي يستعمل في الحسابات بعد ما كان حاجة رسمية أخرى بناتنا معنا في قضية العمل كان قضية وسيم تزيري هذا هذا قضيتها واحد المرة روحت زيارة لبليدة الصديق كان معي في السجن حميد حرطاني من بقرة وصقصيت على حمز الصفصافي قلت له وشراه قال لي ما عندي شي تواصله معاه وما تلاقيت معاه بس نحن نعرف الحساب التاع فيسبوك هديت من عند الحساب وبعت رسلته رد علي قلت له وينك ما تقدرون تلاقي ولا حاجة قال لي مش مشكل قال لي رو عندي حانوت في القبة الله أعلم قال لي هز كلون دي سيارة ورواح لي أزيت سيارة ورحت لات لقينا في الحانوت التاع أول مرة قاعدنا نتحدث على السجن وغيرها 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 ومن بعد جبدنا حدث السحراء قال لي وين قلت لراني ساكن في الدب دب وهو جرت إنسان ماد لها كشوي ولي حدث فيها لبياس وكيف نقدر ندخل لبياس وغيرها وغيرها اسمه وسيم قلت لها مش مشكل قلت لها نشاور قلت لها ابتداء أنا مش مشكل جبالي بس نشاور المهرب إذا قال لي آي خلاص نقول لك أبعثو والمهرب هذا هو صاحبي عبد الكامل عبد الكامل أغدير وهو نفسه اللي صورنا معه ترنا البيعة مع بعضنا كراح تتكلمت معاه قال لي مش مشكل قل لي يجي قل لي يجي الوريق لو لا الحسي ومش مشكل نتكفل به كان الأمر كذلك بعد فترة قال لي حمزة صفصافي بل لي روى الأخ هذا مستعد بشي روح قلت لها يا الله بشي مشكل قلت لها نهارا اللي بشي يخرج فيه أعطيها الحساب التاع بس نتواصل معاه في الطريق كان الأمر كذلك خرجوا وراحوا لبسكرة من بسكرة ركوب في النقل ترانسبور الحسيمة سعود راح لعبد الكامل غدير استقبله وداه للدبداب من غدوة في الليل من غدوة صباح كلمني عبد الكامل قال لي يا صاحبك وإحنا ولا ضعيفك رحت لعشية رحت لريحت معه شوي نتحدثنا على قال لي راني نحب نلتحق بالتنظيم وغيرها قلت لتنظيم الحقيقة وما عندي ارتباط بالتنظيم وقلت له أصلا الهدف بإنش نخرجك للطرابلس يعني ملزبني بحاجة ما ألزمت بها نفسيا قال لي يلا مش مشكل والقضية ما حدثني شي صراح على القضية تاعة وش عندها ولا وش عندها المهم مطارد أمنيا حكالي بلي دخل للسجن وما طول ش وكان يحب ينشط بالصح اللقاء أولو بلا تفاصيل وكأنه مش عارف موصي بلش ما نكلم ما نتحدث شي ما نتعمق شي في الموضوع ولا مش عارف لأن يعني العمل الإرهابي وغيرها ما فصلنا فيه يعني نقاط بسيطة جدا وبعدها هربوه الطرابلس عبدالكامل هرب وصل الطرابلس وعلى أساس عنده عنده يستقبل تنظيم طرابلس وكي هبط عنده هذا كنفضة قال ما تلزمني بقى حاصل هكذا يوم إلى يومين راح أكراه مع حراقة ومن بعد كأنه دبر بلاسة دبر بلاسة كراه واحد ومن بعد بعث لي رسالة قال لي أشرح للتنظيم قضيتي بعث لي رسالة قال لي يبعث هالم تتكلم في الرسالة وشرح وضعيتها وكان يتحدث بصفته لازم يعاونوه لازم يوقف معاه لأنه ليس مجرد مناصر ولا حاجة ودير عملية تعطاع شرطي وكان عنده تواصل مع جماعة الغرب يدعموه مثلا ويتواصل معهم في نجاح المشروع هذا الذي كان دير في العاصمة الذي هو العمل الوقتية وغير وغير لكن المشروع هذا لم ينجح بحكم الناس الذي تواصل معهم قضى عليهم الجيش قتل لهم الجيش فقطع الاتصال معهم قال لي خلاص وشوف لي طريق لنهاجر لمناطق الدولة الإسلامية تنظيم الدولة الإسلامية قلت لخلاص مشي مشكل قلت لجماعة التنظيم قلت لهم روك عندنا إنسان في آيش في طرابلس حاب يوصل لكم قالوا لي خلاص عرف فتيقة قلت لهم نعرف فتيقة قالوا لي ثون بعثول نربطوه بمكتب الهجرة الولايات غرب أفريقيا بعد فترة بعثول له كود رسالة كان واحد الحساب بعث له رسالة معها كود وبعث لنا كود ثاني قالوا لي قول صاحبك هذا يرد عليها بالكود هذا هذوكم هما جمعت مكتب الهجرة يتواصل معهم خلاص كلمتنا يا ياسين قلت لتو يبعث لك رسالة كانوا صح بعثين للوقت ذاك قلت لخلاص رد عليهم رمهم وتكلم معهم الكلام قالوا لي قالوا لي لازم تلحق الجنوب النيجير ززمدن ديفا ومدينة أخرى مش جنوب النيجير قال لي على المدن هنا خبرت عبد الكامل قلت غدير قلت لتنظيم رو طلب من ياسين بش يوصل للمدن هذه قال لي ناخطعني منها المشروع هذا يفكني منها بصراحة قد قدم الوقت هذا كنت لكأت عليه لم أرد عليه قال لي الحل كيف قلت لم يكن بلايس قريبة قعدت نأجل فيها الحدث قلت لك قل لهم كاش بلايس قريبة ونا لم تعمل مع هالحساب الجديد ذاك بعد حاول كيف يدير لي حل بالذرع في الوقت اكتب رسالة يشرح فيها الوضعية تاعة هاو كان يتعامل مع مال في الساحل ودار عملية طعن والشرط وكان يخدم عنده شبكة والمهم تتحدث عن الوضعية تاعة والسابقة تاعة معنا لكي يجتهد معها بحكم هو ما يتعامل مباشرة مع صعب حساب سلمة او العبد الفقير يتعامل غير مع مكتب الهزر يعني بشجيل مسؤول كبير رسالة نعم ما ما بحكم رسالة بحكم ما ما حبيش نبعدها الوقت ذاك غبت غبت على التواصل وغبت على الحسابات وكلها وسكرت التاليفون وكلها اشترت لي المشكلة اخرى جاء الامن يحوس علي على واحد القضية غبت اصلا ذاته وغلقت التواصل كله في الفترة الغياب التاعي هو يلقى فيها ماشي ناشط ماشي ناشط قام هو بعث لهم الرسالة مباشرة من لهم هم يحبوا يتأكدوا منها زادوا وعودوا وبعثوا لنا الرسالة نفس الرسالة وبعثوها للحساب التاعي وما فتحت الوقت ذاك يعني كيف تحت نجيها الرسالة مبعوث ثم شهر ولا شفت الرسالة نقاط بسيطة الاخر يعني ما قررت هاش رسالة اصلا لكن التحت كتب لي الشخص هذا صاحب هذا اللي بعثنا الرسالة هذا اللي التنمية صار نعرف معرفة معرفة شخصية وثقة ما فيش مشكل بالنسبة للناس اللي تعملت معهم كما الأمني اللي هو المعتزب الله أو عبد الفقير أو سلام ما قدرت سنحدد معناها جنسياتهم أو مكانتهم أو مناصبهم بحكم الكلام كان بالكتابة بالتواصل بالكتابة بعد فترة قررت نبدو في المرحلة على التجنيد خممت منوشكوني أصلح مباشرة جاء في بالي حمزة حمزة صفصافة بحكم تحدثنا قبل وتوبناتنا أسراء بناتنا عمل معنا خرجنا إنسان مطلوب وقلت خلاص هذا ممكن أن يقبل رحت للدير اتصلت به قلت لوين قال رأني حولت من القبة لدارنا في خريصية قال يديني الخريصية نتكلم بالتليفون رح كذا رح كذا حتى وصلت للباب الدار تلاقينا صباح تحدثنا على وسيم كيف اشترال كيف اشترال ومبعد بشوي قلت لها تقدر تخدم عمل هنا في العاصمة مثلا قال لي مثلا كيف عمل قلت لها مشروع مثلا اشترال اشترال بديت امهد بشوي بشوي قلت اشترال شخصيات امور كما قال لي ومور منش سهلة وصعبة وكذا بس قال لي ما يكون تخطيط ملي حادي ممكن تكون قال لي مش مشكل وقال لي كيف مثلا قلت لها شخصيات كبيرة عندهم صدايا كبيرة يعني في اله لو تنجع عملية قضية كما تحتاج كثرة ناس زو ثلاثة ربعة على الأخر الناس هذم مش ايوها الناس مثلا واحد داخل الحبس ولا واحد مطلوب لازم يكون ناس مش ما عندهش شبهة مش داخل الحبس ما عندهش مظهر تاع انسان ملتزم او ايوها الناس يعني يعني بعد عليه الشبهة حتى في المراقبة بعد فترة وصلت معه قلت له اشكش مكان قال نرمال مور اني لقيت واحد قال لغتي الات كيف قلت له بقنص على حسب معناها الرصد قلت له باست تعمل متفجرات ولا حاجة صعيبة يعني قلت له الصحة الغالب تكون قضية قنص وقل لسلاح كيف قلت له كيف نلح كل مرحلة هذه بتاع سلاح يدير لها رب يمثل سوا نمش في هذه الساعة المتوفر الساعة ومن شمز ربين ما واشي مشروع تاع اليوم ولا غدو ولا اي قال لي صح مشكلة وبعدها بفترة صرت لي قضية اخرى مشكلة اخرى فكل فالفترة ذي كان نعرف واحد من اجمار اسمه يوسف لسود هذا ايوه الناس وكان متواصل مع واحد مستغانم نعرف الحساب التاع ورجل الثلج هذا كان عندي في الصداقات التاع رجل الثلج هذا بصح ما نعرف واحد المرة كنت مريح مع يوسف يوسف لسود هذا وكنت عندي التليفون كنت نشوف الفيسبوك الصفحات وغيرها جاء واحد المنشور بوتو بوتو طايح وصاحب المنشور بكاميرتي بتصويري هكذا رجل يوسف قلت لشوف الريح وش دير بطول كبير تعلالين كبيرة كيشاف الحساب قال لي كيفاش تعرف هذا قلت لنعرف هش لكن صداقات هم قال لي نعرف هذا من مستغانم صاحبي قال لي عنده فترة في الصداقات التاعية ونعرف صداقة قوية في الصداقة فيسبوكية معنا بسح قوية تكلم مياسر ما لا كلم يوسف كلم هذا صاحب حساب رجل الثلج قال لها فلانا اللي معاك في الصداقات راني نعرف نعرف شخصيا معناها وقدنا أصدقاء معناها عدنا أصدقاء كل ونتكلم معاه ساعة ساعة نبعث لبعث هذا رجل الثلج صاحب حساب رجل الثلج أم بعد حبي يلتحق بالجماعات بالتنظيم وقبض عليها قبض عليها الأمن قدام لا يروح من خلال المراسلات التاع وصلوا ليوسف لسود كان على اتصال معه ويوسف لسود قال لهم بل يلقوا مراسلة ولا مش عارف كاش ما تحدث تاعليه قال لهم مشكون هذا وصلوا لنا تاني جاني الأمن للحنوج باش ياخذون يستجوبوني أنا هربت قال يسكر الحنوج وخرجت من تالي من سطح ومن تم تقريبا تقطعت الاتصالات والأمور هذي كلها قاعت متخبي في دار عبد عبد الكامل غدير وتقريبا فترة عشرين يوم من بعد قررت نعبط للواد من بعد سوفت هالحيا ضياغ ياسر قلت نروح نفري قضيتي ونروح للمحكم نقطع عدوس هذا كل رحت للدار نسيبي وطوالت في دار نسيبي تقريبا شهر ونص حاجة كما حكم زوجة كتمريضة ونبقيت معها شوية ونبعد قابضوا علي صالح الأمن في الصباح تلربعة جوية حوالي ربعة تاعة صباح لقوني في الدار قابضوا علي وادوا تليفون والله بالنسبة العمل خاطئ مية في المية خاطئ مية في المية إنما حماسة وتغرير ومور بعيدة على الشرعة الحقيقة وإنما اندفاع فيه جهل فيه تحريض من الدعاة تدخل المناطق مجبوهة يتسبغ عقلك بالشبه هذه مواقع فيسبوك ولا غيرها مجهولة طريق غالط طريق غالط صحي وندم عصر لقلبي خاصة بعد الصدمة هذه متوقظة ورجعت العقل أردت ويخرج للطريق خرج زمال شيء عادي أصلا والله يناد من الدم عظيم يا أخي ونطلب من السلطات تسامحنا تخفف علينا ونطلب الرئيس وقاعد الأركان يسامحنا على الشيء اللي كنا نخط الله ونوجه كلمة للشباب وغير ما تتبعوا شيء هاني تتبعت واخرت طريق محدود إياكم إياكم خاصة من الحسابات المجهولة حسابات المجهولة ما تعرفش يكون وراها تتبع تخلي الحقيقة وتخلي الواقع تخلي بلادك مساجدك من ضربك على يدك إليك ما تصليش ولا ما تصومش ولا ما ما تديرش لحية مكانش راك عايش مسلم لباس عليك واحد ما ضربك على يدك رو تتبع حواج خاطئ الطريق ناس أجانب ما تعرف همش يكون نداء من القلب للشباب ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم طريق حاد واخرتها رأي اخرتها راك للسجن واخرتها بش نوت تتروح حياتك وطرح عائلتك ويروحوا ناسك وهاني مثال قدامكم الأمثلة قبلي ملا كلمة هذه من قلب بتاع إنسان أغلط وتوقض ما توصلوا الشي الناس يالي راكم في الطريق هذه ردوا بالكم ردوا بالكم احبسوا حتى راكم ما تورط احبس يزيك ملا الشباب خذوا رأي واللي مغتر بالطريق هذا يحبس ويرجع الحيات يستهلف روحها يستهلف والديها ويعيش حياتها الحمد لله ورسالة ثانية وجهة للناس اللي مازالوا ناشطين أو هاربين أو خايفين دولة رأيتها بقى بلدكم دولة دولتكم وكان قوانين مصالحة وغيرها ترجع تسيب عليك طريق هذا ترجع تحيش حياتك وترجع لناسك وتحبس الطريق الغالط وهذه رسالة من قلب وجهة للناس اللي مازالوا ناشطين أرجعوا لبلادكم وبلادكم أدخلكمش إن شاء الله إذن كانت هذه اعترافة